بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم عاملين ايه اهلا بيكم في قناتي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة المولتين كيك او اللافا كيك انا بسميها كيكة للشتا طبعا لانها مش بتتاكل الا وهي سخنة يعني جمال وطعم ودفا هنعملها بطريقة سهلة ومقادير مزبوطة وهقولك ازاي تسويها التسوية الصح وازاي تعرفي انها جازت يلا نبدأ على طول عندنا هنا 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ و100 جرام من الشوكولاتة وقاعدة عامة في المولتين كيك بتكون كمية الزبدة قد كمية الشوكولاتة طبعا الشوكولاتة انا هنا حطى نصها درج ونصها بالحليب وعادي انتي تقداري تعملي كلها درج او تقداري تعملي كلها بالحليب بس طبعا لو هتعمليها كلها درج هتزودي كمية السكر اللي هعملها ولو هتعمليها كلها بالحليب هتقليلي نسبة السكر اللي انا هقاملها اول حاجة هنقطع الزبدة مكعبات وهنحطها في بولة وهنقطع برضو الشوكولاتة مكعبات صغيرة وهنحطها برضو في نفس البولة وهنكون مسخانين مية في كسرولة زي كده او حالة صغيرة ونحط البولة فيها الزبدة والشوكولاتة على بعض اهم حاجة ده هنسيح الشوكولاتة في الحمام المائي اهم حاجة ان البولة ما توصلش للمية الصخنة اللي تحت علشان الشوكولاتة اللي وسط لها المية الصخنة هتتحرق وكمان تقداري برضو لو عندك ميكرويف تقداري تحطيهم في الميكرويف هيسيحوا بسرعة البولة اللي بتستخدميها لازم لاما تكون ازاز لاما تكون استلس طبعا لان دي من الاواني اللي هي غزائية وصحية مش بتتفاعل مع الحاجة الصخنة وبالنسبة للشوكولاتة تقدر تستخدمي شوكولاتة المطبخ العادية او شوكولاتة جالكسي او شوكولاتة كاتبوري او اي نوع انت بتحبيه مسيحناهم هنسيبهم على جنب عشان ما نفعش نشتغل بيهم دلوقتي عشان البيض ما يستويش معهم وهنبدأ بقى ناخد بولة تانية وننزل بيها بتلات بيضات كاملين تلات بيضات كاملين صفار مع بياض ونص معلقة صغيرة من قهوة سرعة الدوابان اللي هي النسكافي النسكافي بيدي نكهة قوية واي كيكة شوكولاتة تعمليها ضفلها النسكافي بيعزز النكهة وبيقويها بيخليها جميلة وزي معلقة صغيرة من الفانيليا واربع معالق بالزبط من السكر زي ما قلتلكم السكر على حسب استخدامك للشوكولاتة ورشة ملح وهنبدأ بقى نضربهم بالمضرب الكهربائي وده عشان توصلي لافضل نتيجة لكن لو مش عندك مضرب كهربائي عادي خالص اضطر بيهم بالمضرب الشبك اليدوي كويس جدا لحد ما لونهم يفتح ويبيض معانا شوي خلاص هنا جهزت معانا هنبدأ بقى نجيب تلاتين جرام من الدقيق تلاتين بالزبط يعني معلقتين من معلق الاكل العادية بس هرمية معلقتين ولو عندك معلق معيارية يبقى تلات معلق معيارية ممسوحة او ربع كوباية من الدقيق تمام ويدوب بس تضربيهم يختفوا بس ما تضربيش كتير علشان مش عايزين الدقيق يطلع الجلوتين اللي فيه هنبدأ بعد كده نجيب خليط الشوكولاتة والزبط اللي كنا حطينهم على جنب هنقلبهم بس تقليبة قبل ما نزلهم على خليط البيض نزل بيهم كده بالراحة وتبدأي تخلطيهم مع بعض بالاسبتولة طبعا مش بالمضرب المضرب الكهربائي خالص بالاسبتولة كده ومن تحت الفوق كده لحد ما يندمجه تماما مع بعض وبرده متقليبش كتير يا دوب مجرد ما يندمجه خلاص توقفي تقليب خلاص هنا اندمجت مع بعضها بقت كلها حاجة واحدة بتبقى سايلة يا جماعة معروف المولتن كيك بتبقى الخليط بتاعه بيبقى سايل كده زي كده بالزبط ما تلاقوش منها يعني ما تخافوش ان هي لا مش مزبوطة لا هي السك بتاعها كده هو المزبوط نبدأ بقى نجيب الاوالب اللي هنخبز فيها انا جبت الاوالب دي حجمها متوسط طبعا ده مش شرط تقدر تجيبي اي اوالب موجودة عندك وتخبزي فيها ما فيش اي مشكلة يعني ما تتقيديش باي حاجة اهم حاجة بس ان هي تكون تدخل يعني صالحة ان هي تدخل الفرن وتتخبز فيها الحاجة متكسرش او تبوز منك وهتدهنيهم بزبدة وتقدر يترشيهم بدقي او كاكاو انا عن نفسي هنا هرش بس الاعر بتاعهم بس بالكاكاو علشان تبقى سهلة في ان انا اطلحها وقلبها على الطبق بعد ما تستوي بس مشكلة الكاكاو بس هيديها لونغامة وهتشوفوه معايا بعد كده لكن بيسهل الموضوع انك اما تيجي تقلبها تنزل معاك بسرعة ما تغلبكيش وطبعا انيك الحرية في ناس ما بتحطش خالص في ناس بتحط المقدار ده عمل معايا تلات اوالب صغيرين ويحطون في صنية كبيرة شوية بحيث سهل علي الحركة في ادخلهم الفرن او اطلحهم من الفرن اه طبعا في الوقت ده طبعا تكوني من قبلها بربع ساعة مش اغلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الاوسط اه مش هياخدوا معاكي الا 12 دقيقة بالزبط 12 دقيقة يا جماعة مش اكتر من كده اه طبعا انت شوفي فرنك لو فرنك حامي يبقى خلي الفرن على 180 يشوفي كده وجرابي اه على 10 دقيقة كده طلعي واحد وشوفيه لو لقيتي وشها مسك كده ومش بتتهز معاكي وانتي مسكا القالب يبقى كده تمام لكن لو لقيتي الوش مسك بس لسه الوش بيتهز معاكي جامد يبقى كده محتاجة كمان دقيقتين بعد دقيقتين بالزبط تبص عليها وتطلعيها هتلاقي الوش مش بيتهز جامد زي ما كان ومسك نفسه حبة بس لسه بيتهز برضه ماشي دي الطريقة اللي اتعرفي ازاي ان هي استويت هنا خلاص جهزوا معانا خدوا 10 دقيقة بالزبط مش هقلبهم على طول هسيبهم دقيقتين كده ولا حاجة اه يمسكوا نفسهم وهبدأ بعد كده اجيب الطبق وقلبهم بالراحة اه لو لقيت الجوانب مش متسلكة معاكي ممكن بسكينة بحفت سكينة يعني وهو يتسلك الجوانب والقعر هينزل معاكي بسرعة اهو ما شاء الله بس اغمقى شوية علشان القعر كان في كاكاو في العادة بتتاكل مع فراولة او معلقة او معلتين من الايس كريم بس طبعا دنيا شتا فانا بحبها طبعا مع الفراولة بتدي ميكس حلو جميل جدا هنرشها بسكر البودر وتعالي شوفه بقى الجمال شايفين ما شاء الله سوس بينهار مجرد ما حطت المعلقة اصلا المعلقة لو لاحظته كانت مش قادرة تدخل كويس بسبب ان هو كان مهزوز من جوة جامد السوس عامل مش مخليها مسكة نفسها شوفوا الجمال ما شاء الله وهوريكم نسبة السوس لنسبة الكيك يعني اللي تكونت نسبة كويسة جدا يعني حوالي السوس قد حتة الكيك اللي اللي استاوت شايفين دي اللي استاوت وده كله سوس حوالين ميدور كل القالب جميلة جدا يا جماعة بجد يعني جمال وحلاوة ودفا وصوس كمان الصوس وحدي كده جمال وحدي طعمها حلو جدا والفراولة جنبها بتدي ميكس حلو قوي جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب اولادك بالذات يعني الاولاد هيحبوا موضوع الصوس ده اللي بينهار كده قدامهم وبيفتحوا الكيكة فانصحكم يعني ان انتم تجربوها وسهلة وبتاخدش وقت على فكرة بتتخلص بسرعة وبتتكل بسرعة وكمان المئدار اللي عملناها مئدار صغير بحيث ان انت مثلا لو مش كل البيت بحبه تقدري تعمليه على قدك على قد الولادك اللي بيحبوها وبس وكمان لو كنتي اول مرة تعمليها او اول مرة هتجربيها هيكون مئدار صغير مايتزعلش عليه يعني لو بزت منك ولا حاجة وتقدري تتفادي كمان موضوع البوزان ده ان انت تجربي في قالب واحد وتشوفي كده استوى ما استواش زبط معاكي زودي مئدار التسوية او كده وكمان تقدري تعملي كل المئدار في قالب حوالي 15 سنتي بس مدة التسوية هتكون اكتر من 12 دقيقة فتحت لكم كمان واحدة سبت واحدة عشان الولاد يفتحوها شايفين بقى الجمال ما شاء الله بتنهار الشوكولاتة رائع جدا جمعة بجد بدم بلغة جميل ويستهل التجربة وهيدفي وكمان طعم الشوكولاتة كده مزاج يعني وطبعا المولتن كيك زي ما قلتلكم بيتاكل سخن لان بعد ما بتبرد يا جماعة بتبقى مليهاش اي طعم والسوس اصلا بيجمد وتبقى كيك عادية خالص فاتمنى الوصفة تعجبكم متنسوش بقى تشتركوا في القناة واتفعالوا الجرس ليوصلكم اشعارات بوصفاتي جديدة كنت معاكم سحر ابو القاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته